تقوم بتحفظ تقوم بتحفظ بحساب تقوم بتحفظ بحساب تقوم بتحفظ بحساب اه انا انصح الرقم تبقى لما قرأتوا في قطقة من تقوم بتقوم بتعملوا الآخر فهنه احسن وقرأت اسوء وشرفتك ممكن من الى انفيرونت أنه يفرق كل أولا يعني هي من environment التانية تبقى لإحتياجاتك ممكن لما يبقى DRS بيتنفس بسرعة قوي ممكن يعني قد يتسبب ذلك في مشاكل عندك في الproduction فتبتدي تقللها تقللها لحد ما توصل لأحسن معدل طيب في حاجة اسمها Predictive DRS Predictive DRS لأن DRS التنبؤي يعني Predictive DRS أعمل له Enable إمتا؟ ممكن أعمل له Enable أو ممكن نخليني نعمل له Enable بعدين في برودكت من VMware Monitoring Platform اسمها VROPS أو V-Realize Operations Venture V-Realize Operations Server هناخد فكرة عن VROPS دا إن شاء الله هنا في الكورس فكرة سريعة عنه كده في واحد من الفيديوهات جاي إن شاء الله قدام Okay, Feature Predictive DRS هي جديدة في V-Sphere 6.5 اللي احنا بنعمل عليه الكورس تباتي دي بتعمل إيه لما بتكون Enable طبقاً للHistory المتعلق بالPerformance اللي موجود في VROPS بيبتدي على أساسه الDRS ياخد قراراته يعني ممكن هو ذلك اللي بيحصل إيه الDRS فيه منه يعني خلينا كده نشبهها بإيه إنه وقائي وعلاجي خلاص فالPredictive شبيه شوية بالPreventive إنه هو وقائي وفيه الDRS العلاجي الDRS الدفولت هو DRS علاجي ده معنى إن أول ما اللود بيعله يعني خلاص اللود علي اللود زاد الحمل زاد على ال SXI Hosts يبتدي للDRS ياخد قرار بإنه يعمل Migration للVirtual Machines على هوستس تانية علشان يوزن يوزن الأحمال فهو كده علاجي هو بيعالج نتيجة يعني آثار إن اللود زاد الPredictive اللي هو الPredictive DRS اللي هو التنبؤي بيعتمد على الHistory آه إن أنا والله يوم 30 في الشهر يوم 25 في الشهر طبقاً اللي أنا بشوفه في الجراف الجراف الPerformance على الشهور اللي فاتت إنه كل شهر يوم 25 في الساعة مثلاً مثلاً 11 الصبح اللود بيزيد وببتدي بعدها أحرك يبقى هنا لما قولوا إنه إنيبول ده هو يجي يقول بقى إيه خلاص يبقى أنا الشهر الحيالي اللي إحنا فيه لما يجي يوم 25 أنا مش هستنى إن اللود يزيد لإن أنا عارف إنه اللود هيزيد أنا حبتدي أعمل الميجريشنز تحسباً لذلك ده طبعاً أحسن ده مفيد جداً في الـ Environment اللي فيها Virtual Machines فيها تكدس يعني الكسافة عالية عدد الـ Virtual Machines ratio للهوستس عالي وبالتالي فأنا عشان لو فجأة حصل سبايك لو فجأة اللي استهلاك عالي جداً علشان أنا ألحق كدير إس أخد قرار وابتدي أعمل الميجريشنز ممكن الهوست الـ Utilization في الوقت ده للسي بيو أو للرام 99% أو 100% وحيبقى تنفيذ الميجريشن بطيء جداً جداً لأن الهوست نفسه مش لاقي سبيسي يشتغل فيها فلما قوله اشتغل بالـ التنبؤي هو اعتباراً واعتماداً على البيانات اللي موجودة عنده في الـ History بالنسبة لاستهلاك الـ Resources هو عارف أن يوم 25 في الشهر سيرفر الـ Payroll بيترن عليه قيد المرتبات أو بيترن عليه ريبورت المرتبات اللي بيها استهلاك الـ Resources في اليوم ده بسبب سيرفر المرتبات هيعلى جداً فييجي هو في الوقت ده وزي ما قلت يشوف في الـ History ان كان في اليوم ده Virtual Machines المرتبات بتعمل اللود عالي يبقى نلحق من بدري بدري نبعد Virtual Machines اللي حواليها نبعدها عنها نفضلها ريسورسز في الـ HOST اللي بترن عليه علشان ما يحصلش أي اختناقات طبعاً دي حاجة مهمة دي مهمة جداً وبصراحة دي فيتشر أنا أحييهم عليه دي مهمة جداً حسناً نخلينا تاني كده على الدفولت لأننا حالياً لسه ما عندناش ADRS ما عندناش VROPS طيب الـ Virtual Machines أوتوميشن أوكي إحنا فيه عندنا أوفرايد أنا دلاتي لما بعمل الـ Automation ده هو بإيه اللي بيحصل DRS أوتوماتيكلي بينل الـ Virtual Machines من وإلى طبقاً لللود لكن فيه Virtual Machines بغض النظر بقى اللود عالي اللود واطي أنا عايز الـ Virtual Machines دي طول عمرها تشتغل على الـ Host رقم واحد فلما تكون فأقدر أعمل أوفرايد وحنشوف الكلام ده بتعمل زي أنا عايز أعمل أوفرايد أنا عاوز أقول للـ Virtual Machines دي لا تخضعي للـ DRS rules هو الجزء ده يا شباب بيتكلم على الرولز أو أو يعني الـ DRS عمتك يعني لا مش الرولز عفو بتكلم على الـ DRS نفسه إن هل الـ Virtual Machines تخضع للـ DRS وتتنقل بناء على طلبات ورغبات الـ DRS نفسه ولا لا أوكي فهي بـ Default Enabled طب دي أنا أحتاجها في إيه؟ أنا في Virtual Machines مش عايزة تتحرك منه على الـ Host اللي هي عليه يعني أنا حر أو ممكن يكون مرتبط لا طبعا مش أنا حر يعني ممكن يكون لي علاقة بالـ License مثلاً يعني على سبيل المثال الـ Oracle Database بـ Licensing بيكون مربوط بالـ Physical CPU Sockets اللي في الـ Host أوكي؟ لو Virtual Machines الـ Oracle اتنقلت منه على الـ Host اللي هي عليه اللي عليه بيكون مربوط بيكون مربوط بيكون مربوط وراحت لـ SXI host تاني في CPU Cores أعلى مثلاً يعني أو في CPU Sockets أعلى أوكي؟ دا هيعمل بيكون مربوط لـ License الـ Oracle فأنا باقي باقوله على فرشة ممشين الـ Oracle أقولها أنت تشتغلي فقط عن الـ Host دا اللي معمول عليه هي بـ Default Enabled أو ممكن أشيل العلامة دي عشان محدش يقدر يعدل فيها الطريقة المختلفة الملحة العامة المختلفة التوزيع الركز مختلفة لتوزيع الخزير إختبع أكثر من المثالات المختلفة التوزيع قدر المستطاع لما نعمل دي كده عشان الافيليبيلتي خلي عدد الفيرتشول ماشينز متساوي على كل الهوستات متساوي بس دي يعني احنا ممكن نعمل دي عندي هنا هنا في اللاب بس ممكن ما تحتاج لاش في الانفيرونت يعني سبها على الديك عرفتها لما تحتاجها استخدمها ح الميتار لكل الانفيري الميتار لأسر قليلا ةال الاتحال الانفيري empowering لا انية الاتحال الاتحال الانفير الاستخدم الجميع لأسر قليلا ةال الانفير ك�ל هذا التحر قادمة مaching الانفير Lie tempatum ونحن ادناها 8 جيجا رام فهو ده الـ ActiveNemory وطبعاً ده بيبقى وفيرشو ميشين الـ Up Running يعني في حين إن الـ Consumed ممكن يبقى بس 3 جيجا من الـ 8 جيجا لما علم على دي كده صحة هو هيوزع الفيرشو ميشين ستبقاً للـ RAM المستهلك الفعلي بس هو بيقولك هنا تحذير بيقولك بمعنى الـ Overcommitment الـ Overcommitment إن أنا أدي للـ Virtual Machine RAM أعلى من الـ Physical RAM اللي في السيرفر يعني مثلاً السيرفر فيه RAM 8 جيجا Physical RAM وأنا أجي مدي للـ Virtual Machine RAM 16 هي الـ Virtual Machine هتشتغل في الحالة دي؟ آه عادي جداً هتشتغل هتشتغل ما فيش مشكلة لكن لو بالوضع ده كده أنا عشان استخدم الـ Option دي اللي أنا واقف عليها دي دي دلوقتي فلو علمت على دي كده صح يبقى الـ RAM المستهلك لو الـ RAM المستهلك مثلاً 12 جيجا اللي هو أساساً أعلى من الـ 8 جيجا هتبقى مشكلة الـ Physical هتبقى مشكلة الأحسن يا شباب نحن نسيب الـ Defaults ونستخدمه بس case by case يعني تبقى للـ Scenarios وتبقى لطبيعة الـ Environment عندك الـ CPU Overcommitment نفس الكلام بس هنا دي بقى Control CPU Overcommitment ده ممكن يمنع ان الـ CPU يتعمل عليه Overcommitment ان الـ CPU زي ما هنا أنا في RAM Overcommitment فيه كمان CPU Overcommitment ممكن أدل الـ Virtual Machine CPU أعلى من الـ Physical CPU أوكي في نفس الفكرة طيب نحن كده خلصنا أي أوكي أوكي خلينا نشوف تلاتي الباور مش نوف عنده كتير الباور مانجبنت الباور مانجبنت ديها الشباب إضافة ممكن ما命 الـ DPM حان المـقام量 القيامًا الإضافة الـ Specializ googling الـ Specializ communist الداة له أنها ش 미سود و تميز وفى البتالات الـ COMP بأنها بتفضي كل سيرفر من الـ Virtual Machines اللي عليه وتطفيه وترجع تشغله تاني لما تحتاجه الكلام ده طبعاً ما بيحصلش في الـ Environment الصغيرة والمتوسطة والنص نص اللي ما بين الكبيرة والـ Huge ده بيستخدم في الـ Environment الـ Huge وفي الأغلب بيستخدم عند الـ Service Providers يعني مثلاً في شركة بتقدم Cloud Services دي بتستخدمه بتستخدم الـ Power Management إن أنا مثلاً سي لتسي عندي كلاستر فيها خمسة hosts بس بنيجي في فترة الليل مفيش موظفين مفيش حد اللي استهلاك ضعيف جداً جداً يعني مفيش أصلاً استهلاك يذكر بالليل وبالتالي كل الـ Utilization ممكن أجمعوا كله بدل ما هم خمسة hosts يشتغلوا على أربعة hosts على ثلاثة hosts ممكن على اثنين hosts حسناً فالـ DPM بتعمله إن بتيجي بالليل مع الـ DRS DRS بيلاقي إن اللود ضعيف جداً وننظر نحن نجمع الـ Virtual Machines على عدد أقل من الـ ESXi hosts فبنعمل كده بننقل الـ Virtual Machines من أحد الـ Hostات إلى باقي الـ Hostات والـ Host الفضي ده بيتطفي بتعمله الـ Shutting Down Powering Off ونرجع تاني لما يبتدي اللود يزيد لما يبتدي اللود يزيد الـ DRS عن طريق الـ DPM بيبعد كماند بيرسل كماند للسيرفر إنه Wake Up إصحى طبعاً الكلام ده بيكون عن طريق الـ BMC اللي هو الـ Base Board Management كنترولر للسيرفر زي مثلاً الـ ILO في الـ HP بيبعد كماند على الـ IP الخاص بالـ ILO للسيرفر بيقوله Power On بيستخدام الـ Wake Up لا فبيشغل بيشغل السيرفر ويشغل ويرجع تاني يدخل يشتغل في الـ Cluster ويتوزع الحمد بس ده كده باختصارة مش محتاجين يعني نكلم عن تفاصيله لأنه يستخدامه نادر جداً يعني إلا في الـ Environment الضخمة عندنا إيه كمان؟ عندنا الـ Advanced تنظر ونعطل ونعطل كله تحت كل التحت بسيبه على ال default مش عدل في اي حاجة اوكي وهو قوله اوكي نتفرج على ال behavior نبديله لحظاتها وكده عمل configuration وفوض ان هو يبتدي يعمل load balancing ويبتدي Vmode virtual machines بس بياخد يعني لحظات وممكن بقايق يعمل calculations ويشوف اللود اوكي الهوست تلعلي اللود الالا وعلى فكرة ممكن برضو ما ينقلش يعني يعني هو ستيل هنا عنده حوالي 50% فاطه فممكن ما ينفسش لو ما نفسش اللودينج هنتصرف يعني انا هتديله هومورك يعملو هنكبره انه يبتدي يعمل Vmotion لواحده يبتدي وزع اللود لوحده بس خلولنا نتديله فرصته يعني حسنا نعم 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 يعني الرام والسي بيو والكلام ده مستهلكم بسيط يعني حتى حتى ما بتدعمل اي حاجة على السيرفر او اي اكشنز على الهوست ممكن تدي اخد داله و تدي وزع سوف نددي له فرصته اه لا لديه من تشيكينج لحما تاني اوكي دا اخدامه فقد قمت بتوضي الحالي فهو استعمل اكثر نعم ايضا احيان اه ايضا اخدام الجبر و لو ابتدى الـ Migrations هارجع كامل تاني او ممكن نكبره يعني انه ينفس الـ DRS اوكي لسه ما تنفس بس خلينا نعمل محاوله اخيره كده هامل مثلاً الريبوت للتركشون موشين مثلاً يعني فمتنعمل الريبوت بيبتدي اللود بيزيد على الـ Host اوكي ونشوف بيزيد على الريبوت اوكي بيزيد على الريبوت بيزيد على الريبوت بيزيد على الريبوت يعني ما يحتاجش انه ينفذ'sVERS انا هاعدل و هقول له وزع �를 الـ Virtual Machines cite Swźniej وشيش settings configure edit و الديك في الاطومايشن الالتوضل load balance وزع كما عدد العدد اقول له. اوكي. اوكي شايفين يا شباب دلاتي ابتدى يعمل ميجريشنز اهو. ابتدى يميجريت لان انا قلتوله يوزع الفيرتشو ماشينز بالعدد بالتساوي. اوكي ابتدى هو ينقل مثلا الفيرتشو ماشين رقم واحد اهي. هيبتدي ينقلها. تعالوا كده نشوف دي جايه من فين ورايحه لفين. اوكي الفيرتشو ماشين دي موجود على الهوست رقم واحد وهو هينقلها على هوست رقم اثنين. اوكي تنفزت خلاص. زي الفيرتشو ماشين. مفرود انه يوزع اكتر من كده كمان. يعني المفرود ان واحدة من دول كمان تتنقل بس هو مشوخد برو. عادة عادي ممكن يحصل ان انا مش اول ما بإنابل الترس حتى لو ديني عندي متكدسة مش بالضرورة انه بيشتغل انه بيحتاج الاول لعمل تفضيلات ويعمل تفضيلات و هكذا. لكن قدنا شوفنا يعني اخذنا فكرة و شفنا الموضوع دعونا نعمل دعونا نشغاله الأول وبعدين نرجع نشوف الرئيس الرئيس و الرئيس 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 نكمل و نرى الرئيس الرئيس حلوه و قد ان تقومه رئيس رقم 1 ممكن في لعمل لهم رئيس و تقول لهم بقى الرئيس يتبع أن يكون هو أساسا تبقى حلوة تبقى و فوقن تبقى ان تبقى الرئيس الرئيس لن تطلب هلاقي عندي مجموعة حاجات فيها عندي VM-Host-VM-Host-Groups و VM-Host-Rules و VM-Overrides خلونا نعمل الاول نشوف دي وبعد كده نرجع لدي يعني هنعملهم واحدة واحدة هعرشح لكم ايه و ايه هي الـ Groups و ايه المقصود بالـ Groups اوكي ادي الـ DRS version machine او الـ Host-Rules نقول له Add Add الرول دي هسميها Separate Win 702 and 03 مثلاً و الرول تكون طبعاً انا ممكن اديسابل الرول دي في بعض الاحيان لو انا بعمل مينترنس هي انابل عشان ينفذها في عندي مجموعة من الـ Types للرول في حاجة بتقول keep virtual machines together يعني خليلي يتوه virtual machines دول مع بعض طول الوقت او separate virtual machines يبعدو معن بعض او في حاجة اسمه virtual machines to host انا عايزة ران الـ virtual machine دي على الـ host ده بعينه بس دي محتاجة setting الاول يتعمل وبعدين نرجع لها انا لقلت virtual machines to host في حاجة اسمه group to group الاول فيه groups بننشئها فعنا عشان كده بقولوكم انجلها او virtual machines to virtual machines خلاص دي بقى groups group of virtual machines الـ group تاني of virtual machines ابعدوهم عن بعض او خليهم مع بعض او هكذا انا عايزة اقولو لو سمحت separate virtual machines هاجة هنا اقولو Add واختار virtual machines اللي في الـ environment عندي لو عندي عدد virtual machines كبير انا هستخدم الفلتر في ان انا احدد انا عايزة اختار اوكي انا عندي هو هو بيقولي اسكس ان virtual machine 1 2 و 3 شغلين على host رقم واحد دلاتي فانا اختار مثلا 2 و 3 هقولو لو سمحت ابعدهم لي عن بعض هل اعتبر ان دول مثلا cas servers اقولو الـ اسم والشخص وهقولوو اوكي لحظات المفروض ويبدأ ينفذ نفس بس يشاور عقله مش مشكله نبديله فرصته حا ... ... اختار واحدة منهم طبقا لكالكيليشن عنده وابتده انقلها نقل Virtual Machine 2 من الهوست رقم واحد وادها الهوست رقم ثلاثة هو اخذ في حسبانه كده انا عندي كل هوست فيه تحته في Virtual Machine هو كده نفذ اللي انا قلت له عليه طيب عندنا اي تاني في ال DRS Rules نكمل خلص احنا اخذنا فكرة عن ال DRS Rules العامة في ال Override هنعرف ايه ال Override وبعد نرجع للجزء اللي فوق ده ال Override VM Override هنا انا عايز اقول له Virtual Machine اللي اسمها قد وست على Ad والله مس على ما بيستجيب Ok Virtual Machine مثلا Windows 7 رقم واحد ما اتطبقش عليها ال DRS ال DRS ما يتحكمش فيها اطلاقا لو انا عايزة للفيرتشو ماشين هنقلها انا ماني ولي بنفسي فاقول له Add اختار الفيرتشو ماشين انا اطبع عليها الرول ولتكن مثلا الفيرتشو ماشين دي اوكي ها هنا بقى الـ Automation Level هل يتبع Settings الـ DRS اللي على الـ Cluster عفوا اللي على الـ Cluster ولا ينفس حاجة تانية تبقى لموتة طلباتي هقول له خلي الـ Automation Fully Automated طب ما هو الـ DRS احنا اساسا عملناه Fully Automated ايوما انت ممكن الـ DRS في الـ Environment عندك تعملها Manual تعملها Partially Automated صح فاكريني الـ Settings دي فانا عايزة يقول له هنا لو سمعت الـ Virtual Machine دي تحديدا انا عايزة Fully Automated ما ترجعليش في القرار لما تحب تنفس DRS ولا Partially ولا Manual اقدر او Disable طالما قلت له Disable هنا خلاص كده يا شباب الـ Virtual Machine دي لن تخضع الى آآ شكرا